فيها تقول بأن إحدى قريباتها وضعت زيت زيتون قبل أذان الفجر فقالوا لها الناس بأن صومك باطل لأن زيت الزيتون يعني يتشرب إلى داخل الجسم وهو مغذي وقالوا لها بأن صومك باطل أختي كريمة بارك الله فيك بالنسبة لمن قال لها بأن صومك باطل عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله لأنهم قالوا على الله قولا عظيمة وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيمة ولا يجوز لهم أن يجتهدوا بأذواقهم وبآرائهم من دون الرجوع إلى العلم الأمر الثاني بالنسبة لمن وضع زيت الزيتون أو كريمات أو مراهم علاجية على سطح الجلد مثلا ثم وجد طعمها في فمه قبل الفجر أو بعد الفجر صوم الصعيح ولله الحمد والمن مسألة أخرى الآن أنت قلت بأن قبل الفجر وضعت زيت الزيتون طيب الآن أليس الصائم يتسحر قبل الفجر ويبقى الأكل في المعيدة يبقى الأكل والشراب كله في المعيدة وممكن يستمر النهار كله فأين المشكلة لما يضع الإنسان زيت زيتون على رأسه مثلا وقبل الفجر بل لو وضعت زيت سيتون في أثناء النهار على شعرها صوم الصعيح ولله الحمد والمن